تسعى أوكرانيا إلى إدراج منطقة تشيرنوبل التي شهدت أسوأ كارثة نووية في التاريخ ضمن لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمواقع التراث العالمي بهدف حمايتها من تأثيرات الزمن وسعيا لجذب السياح إليها تسعى أوكرانيا إلى إدراج منطقة تشيرنوبل ضمن لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمواقع التراث العالمي هذه الفكرة طرحها وزير الثقافة الأوكراني باعتبارها واحدة من أكثر المناطق رمزية في البلاد وانطلاقا من ضرورة الحفاظ عليها من أجل الإنسانية كونها شهدت أسوأ كارثة نووية في التاريخ المنطقة المحيطة بتشيرنوبل أصبحت جاذبة للزوار وتحولت إلى موقع له شهرته في مختلف أنحاء العالم خاصة بعد إنتاج مسلسل شهير مؤخرا يروي قصة هذه الحادثة المأساوية التي حدثت عام 1986 وتسببت بتسرب إشعاعي وتلوث بيئي إلا أن المكان يفتقر إلى أي صفة رسمية تتيح دعم تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة وهذا ما تسعى إليه كييف أوكرانيا تعد حاليا ملفا لتقديمه إلى اليونسكو قبل نهاية أذار المقبل ويفترض أن تلي هذه الخطوة زيارة لمجموعة من خبراء المنظمة إلى الموقع خلال الصيف لكن من المتوقع أن لا يصدر القرار نهائي حول هذا الأمر قبل عام 2023 رغم أن السلطات تعتقد أن العيش بأمان في المنطقة لن يكون ممكن قبل 24 ألف عام إلا أن السياح الساعين إلى الإثارة يقبلون على زيارة هذه المنطقة المحظورة فيما عادت الطبيعة إلى الازدهار في المنطقة أكثر فأكثر ترجمة نانسي قنقر